مرحبا بكم رجعنا لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير ترجمة الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يلا حمص ناشف وضع مية وننقعه من 8 ل 12 ساعة بعد المشاة الساعة غسلنا نوضع مية ومعلقة صغيرة بكم صودة نتركه على نار متوسطة او فوق متوسطة تقريبا اخذ 45 دقيقة ممكن ياخد اقال ممكن اكتر حسب نوع الحمص نوضع الحمص بعد السلق في المكينة ونطحنه وهو سخن مشان يكون فيه سهولة للطحن هيك نوضعه نتركه حتى يبرد نوضع في التلاجة ممكن حتى يبرد هيك بعد ما برد هيك بارد نوضع عصير اللمون لمنتين نوضع ملاح معلقة صغيرة وطحينه كوب او حسب الزوق لكن اللطحينه هي بتعمل طعم كتير طيب ورابط لطحينه موجود تحت في صندوق الوص ولكن انا ما بنصح تعملوها في البيت لطحينه تشتروها جاهزة افضل هيك جاهز الحمص للتقديم هيك ممكن هلأ بنعمل المسبحة مسبحة الحمص ومسبحة الفول ممكن نعمل الحمص علب العلب سهلة كتير ازا ما بدنا نسلق حمص في علب جاهزة هلأ الفول نفس الشيء بنقعه تمانين اتناشا ساعة ونسلقه في المياه مثل الحمص او ممكن نجيب علب جاهزة نوضع لمون وصوم ورشة ملح ورشة كمون ومع علاقة طحينه وهيك صار جاهز الفول الفول نفس طريقة الحمص النجع والسلق هيك صار جاهز طبعا تزين متل ما انتم حابين هلأ بنعمل مسبحة الحمص ومسبحة الفول الدقة طبعا بنضيف التومة مع الفلفل مهروس وملح وكمون ولمون هيك صار جاهزة الدقة بنوضع فول جاهزنا بنوضع حمص نفس الكمية بنوضع الدقة دقة اللمون والفلفل بنحرك حتى ينسجم مع بعض بنوضع حمص لتزين حمص حاب ودقة لتزين بنوضع الزيت هيك صار جاهزة صبحت الفول هلأ بنسبحة الحمص نفس الشي بنوضع حمص مطحون بنوضع حمص حاب تقريبا نفس الكمية أو حسب الزوب بنوضع دقة دقة الفلفل واللمون وبنحرك بنوضع الطحين وبنحرك نفس الكمية على الأقطين طحينة وبنحرك هلأ هيك صار جاهزة تزين حد دقة حمص حاب وزيت وصحة وألف عافية في أمان الله كل عام تبخير شكرا لكم مع السلام شكرا شكرا